بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستكمل ان شاء الله دراسة موضوع DC Transients in RL Circuit خدنا الموضوع من الناحية النظرية والنهاردة ان شاء الله هنأخذ بعض الامثلة على هذا الموضوع الامثال 3-1 Figure 3-8 شوز the plot of current I of T through a series RL circuit when a constant forcing function of magnitude VS 50V is applied to it عايز اي وليكالكولات the values of resistance R and عند Inductance L عندي RL series circuit طبعت عليم 50V VS 50V بطارية 50V اتطبعت عليهم يعني switch عمل on مر طيار الطيار اللي مر ده كان شكله ايه اه دهولي في شكل 3-8 رسم لي علاقة الطيار مع time ها دي الX vertical X بيبين لي الطيار بالامبير والhorizontal X time بالsecond ببص اقرى المنحنة اللي قدامي او الرسمة اللي قدامي بجد ان الطيار بيبدأ من 0 time 0 الطيار quintu 0 بيبدأ يزيد تدريجيا كلما زاد time ويأخذ هذا الشكل الى ان يصل الى steady state احنا عارفين في دوائر RL series circuit بيوصل للي steady state current في حالة لما يكون initial current 0 بيوصل بعد time حوالي 5 ستاو حيث هو time con اللي احنا عارفين من معادلة بتاعنا بتاعتنا ان time con تاو بتساوي L على R طيب مباين ايه تاني في الرسم بيباين لي ان حالة steady state كان قيمة الطيار 10 امبير طيب مباين في ايه تاني بيقول لي لو خط فيه باين في الرسم مستقيم مماس للمنحنة بتاع I of T ATT 0 يبقى ATT 0 هو فيه مستقيم هو مماس اللي منحنة وصل لفوق تقاطع مع الخط اللي هو بتاع العشرة امبير ده بتاع final current اللي هو steady state current تقاطع معه من هذه النقطة نزل هذا العمودي تقاطع معه محور اللي time فيه time قدره 3 من 10 ساكن يبقى فيه هوة مماس المنحنة ATT 0 تقاطع معه القيمة بتاع العشرة امبير يعني امتداد الخط المستقيم ده هيوصل للي steady state current اهو ده جاي منه وتقاطع عند هذه النقطة نزل العمودي العمودي ده تقاطع مع time T عند 3 من 10 يبقى 3 من 10 ساكن ايه بقى 3 من 10 ساكن ديت طب ما احنا عارفين ان ده هو التاو يبقى التاو بتساوي 3 من 10 يبقى هنا قيمة ايه الا على R طيب اتأكد ازاي اتأكد ان عند هذه القيمة كان قيمة الطيار بتساوي كام بتساوي 6 point 3 2 امبير وانا عارف ان هو التاو بيكون عندها قيمة الطيار فيه اثناء زيادة المنحنة زيادة الطيار من 0 الى قيمة الستيديستيت بعد time تاو بيتصل هذه القيمة الى 63 واثنين من 10 في المية والفعل لو خدت القيمة ديت اللي هي 6 point 3 اتنين امبير اسمتها على العشرة امبير اللي هي final current نجد ان القيمة فعلا 63 واثنين من 10 في المية يبقى بنتأكد ان تاو بتساوي 3 من 10 طيب هو عايز ايه عايز r و l طيب انا عندي تاو بتساوي l على r يبقى انا لو عرفت r اقدر اجيب l طيب r اقدر اجيبها ازاي نبص الرسم تاني هو اكيد مدهالي اه مدهالي في ايه current steady state current طب في حالة steady state current الملف بيبقى ايه بيبقى short circuit اذا الطيار في الدايرة هو عبارة عن fault على المقام يبقى الطيار او فعلا يبقى الطيار i steady state في الدايرة بتساوي vs جهود البطارية على r vs بيكان بخمسين r مش عارفها ولكن قمت الطيار steady state انا عارفها عشرة من الرسم يبقى vs على r تساوي عشرة ومن هنا اقدر اما عوض على vs 50 r مجهولة اقدر اجيب قيمة r تساوي ايه تساوي 50 على 10 50 على 10 يعني r تساوي 5 وانت عرفت من الرسم ان tau بتساوي 3 من 10 طيب وtau اللي هي time constant بتاع الدايرة بتساوي l على r طيب انت عارف tau 3 من 10 وجبت r ب5 او اذا l بيبقى اقدر اجيبها يبقى 3 من 10 بتساوي l على 5 اذا l بتساوي 1 ونص هنري ده كده نكون مسألة سهلة وتحلت ان شاء الله نشوف اجزامبل 3 2 اجزامبل 3 2 يقول for the circuit shown in figure 39 اللي هو شكل الوردامين ده 39 the switch s has been closed for a long time switch s اهو كان مقفول كان closed يعني كان عند النقطة دي كده add for a long time and then opens add t 0 add t 0 هو بين من رسم الساهم ده كده بيقول افتح او تفتح add t 0 0 طيب اي اللي اين في الحتة دي لازم خد بالك لما يقول for a long time closed for a long time يعني الحالة بتاعت الدائرة مستقرة يعني انا في حالة steady state condition في steady state condition كلنا عارفين ان الكويل بيبقى short circuit الكويل بيبقى short circuit والطيار الفولت بتاع الكويل في الحالة دي بيبقى 0 ونشوف الطيار اللي فيه ان كان الطيار قبل التغيير كان 0 وغيرت يبقى نفس الطيار ما يتغير ش ليه عارفين خواص الملف طيار الملف لا يتغير لحظيا خد بالك من الحتة دي ولكن الفولت يمكن ان يتغير لحظيا يبقى الطيار الملف لا يتغير لحظيا بينما الفولت يمكن ان يتغير لحظيا طيب ايه تاني عندي ان الفولت بتاع الكويل في حالة الستيد ستيد يبقى 0 طيب نبص المسألة نرجع المسألة تاني ادي السويتش ده مقفوح وهو تقفل فور الونج طيب في حالة السيد ستيد نشوف نكمل المسألة وبعدين نرجع نشوف الستيد ستيد اللي هي بعدها هفتح الملف هفتح الانتسويتش يبقى time t0 سائل بعد الستيد الاول هتبقى initial condition للحالة اللي جاية طيب نكمل المسألة الاول بيقول find يعني ده المسألة اهوت وبيقول find find ايه بقى مدين حاجات كتير قوي find 1 v vab at 0 minus 2 ix at 0 minus il at 0 minus 3 ix at 0 plus 4 vab at 0 plus 5 ix at t ساوي مالانهاية 6 vab at t ساوي مالانهاية 7 ix of t for t أكبر من 0 كل القيم دية كل المطاليب دية عايزها ولو تلاحظ أنه هو مركز على 0 minus و 0 plus وبعد كده بيقول هات vab at t ix of t 40 أكبر من 0 فين هو ix of t أهو الطيار اللي مار في هذا الفرح لما نفتح بقى الدائرة نرجع للدائرة تاني ونشوف الحاجات دي نقدر نجيب ولا لا في حالة الأول at 0 minus يعني حالة steady state الأولانية اللي هي لما كان ال switch دا closed لما كان ال switch دا closed لما كان ال switch دا closed ال coil دا كان حالته ايه كان الفولت بتاعه short circuit والطيار بتاعه اللي بيمر فيه هو الطيار اللي مار في الدائرة وبالتالي هالة 6 أوم دي بيمر فيها طيار نشوف الدائرة تاني ادي بطارية طالع منها طيار هنفترض ان الطيار بتاع مصار بتاع كامل اهوة يخش هنا في R 5 أوم ينزل يعدي في ال coil هدي الاولان طب لا دا شرط مقفول يبقى برضو فيه طيار تاني هيعدي في المقاومة 10 أوم ويبقى قدام منه طريقين ادي طريق شرط ودي طريق خلال ال 6 أوم هل ال 6 أوم هنا يمر فيها طيار لا ما يمرش ليه لان الطريق دا هو الاسهل لان شرط اذا فورت بتاع الكل كام 0 لان شرط سيركت لان في حالة steady state طب الطيار عبارة عن الطيار المر في الفرع 5 أوم والطيار المر في المقاومة 10 أوم يبقى دي المقاومة دي يمر فيها طيار مر في المقاومة 5 أوم كام الطيار دا لان دي شرط سيركت يبقى نقسم الجهد على الخامسة يديني 4 الجهد 20 على 5 يديني 4 يبقى الكويل لانا بيمر فيه 4 أوم 4 أمبير نتيجة مرور الطيار في المقاومة 5 أوم طب هل دا بس لا دا فيه كمان طيار جاي عن طريق العشرة أوم الطيار المر في العشرة أوم قدره كام 20 على 10 يبقى 2 يبقى فيه 2 أمبير ماشيين بهذه المسار يمشي برضو في الكويل يبقى الكويل هنا شرط سيركت وبالتالي المقاومة والكويل هنا يمر فيه الطيار المر في الخامسة أوم والطيار المر في العشرة أوم الطيار دا 4 أمبير الطيار دا 2 أمبير يبقى الطيار المر في الملف 0 بيتساوي مجموعة طيارين الاتنين يساوي 6 أمبير نرجع نشوف بقى من النقطة دي هو كان طالب ايه وهنعرف بعد كده الحالة التانية ايه هادي هنا بيقول لي هاتلي V A B A 0 ماين V A B اهو الفولت بتاع الكويل الفولت بتاع الكويل A 0 ماين كان كام كان شرط السيركت خلاص يبقى 0 عايز ايه تاني عايز I X A 0 ماين I X اللي هو فين اللي هو هنا الفرع دا R X يبقى الطيار المارف الخمسة Ohm الطيار المارف الخمسة Ohm كام قلنا 20 على 5 يبقى 4 يبقى I X X at 0 minus بتساوي 4 أمبير طب I L at 0 minus I L at 0 minus الطيار اللي هنا هتقول لي الطيار دا لا دا هو الطيار دا زاد الطيار اللي في العشرة يبقى I L الطيار هيمر في الفرع A B هو عبارة عن الطيار X زاد الطيار اللي مار في العشرة الطيار المار في العشرة هيمشي كده يبقى كام حسبنا 20 على 10 يدين 2 أمبير يبقى 2 أمبير و4 أمبير يدين 6 أمبير يبقى هنا جبنا I L at 0 minus كده خلصنا الجزء بتاع 0 minus نبتدي نشوف المطالب اللي بعد كده هتلاقيها تتكلم على مطالب I X at 0 plus و V AB at 0 plus و I X at T تساوي ملا نهاية و V AB at T تساوي ملا نهاية كل ده وبعدين خلي المطلوب الأخراني ده هنشوفه المرة جاي بعدين إن شاء الله طيب يبقى أنا كده أتكلم عندي 0 plus 0 plus T تساوي ملا نهاية و T تساوي ملا نهاية أجيب المتغيرات بتاعته طيب لما أنا غيرت المفتاح غيرت المفتاح وفتحت شرط الشرك بتاعه وبقى أبن يحصل إيه للدائرة نشوف الكويل الأول هل الكويل الأول هنا هيتغير الطيار بتاعه ولا لا ما عارفين خواص الملف خواص الملف في حالة الترانزل إن الطيار بتاع الملف لا يتغير لحظيا طب هو الطيار بتاع الملف ده مش أنا لسه جايبه عند 0 يبقى IL 0 بتساوي IL 0 طب IL 0 كانت كام كانت 6 أمبير كانت 6 أمبير ما لسه جايبنا لما قلنا الطيار بتاع IL هو الطيار بتاع IX وIX كان كام كان 20 على 5 كان 4 أمبير وقلنا أنه زاد الطيار المار في العشرة قوم اللي هو كان كام 20 على 10 تلقى 2 أمبير جامعة ال2 على بعض تلقى الطيار 6 أمبير يبقى IL 0 plus هو IL 0 minus وIL 0 minus كان بيساوي 6 أمبير يبقى إذن IL بيساوي 6 أمبير وهو نفسه هو IX 0 plus ليه لأن احنا لما فصلنا السويتش الطيار اللي مار في الملف هو هو نفس الطيار بتاع IX يبقى هو طالب حق 2 2 طالب IX هو هو نفس الطيار بتاع IL 0 plus يبقى هنا IX 0 plus بتساوي IL 0 plus بتساوي 6 أمبير ده الطيار يا ربي ده كان أربعة فجأة كان أربعة عند 0 minus عند 0 plus 6 أمبير وهقول أن هو طيار الكويل لأن كان جاي 2 أمبير من 10 أمبير اتفاصل يبقى هنا هياخد نفس 6 أمبير هجيبهم إزاي هنشوفهم دلوقتي هنشوفهم إزاي نقرى بس الجزء اللي فات ده هو الجزء ده بيقول نفس نفس الكلام اللي نفس الكلام أن الفولت بتاع الكويل 0 فولت والطيار بتاع الكويل هيبقى هو طيارين طيار المعارف الخمسة أوم أربعة أمبير والطيار المعارف العشرة أوم اتنين أمبير يبقى هو ال ال هو ال ال يبقى الاتنين بيساوي 6 أمبير 0 يبقى ال 0 plus و ال بتساوي ال 0 plus بتساوي 6 أمبير طيب عايزين نحسب ايه بقى عايزين نحسب الفولت الطلب اللي جاي بعد كده بيقول ادي جاب ال 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 0 plus لقيته انه هو بيساوي ال 0 plus بيساوي 0 plus الفولت لاحظت 0 plus طب لما نشوف الدايرة كده ساعة 0 plus الدايرة التاعة اللي مر الطيار ده اللي احنا اي اكس اللي هو طالع 6 أمبير ونفس الطيار بتاع الكل 6 أمبير شوف الدايرة دي الاوتر لوب دي المصدر الجود وال R 5 وال ال واحد هنا هايز هي الدايرة اللي بيمر فيها الطيار طبع عليها قانون كنشوف للفولت ونشوف الفولت هنا اخبره ايه قانون كنشوف للفولت بيقول ايه الجهود بتاع الدايرة الجهود الصعد بيساوي جهود النازلة يعني 20 فولت بتساوي IFR زائد LED IWDT نحسب بأي طريقة سأل لما نقول الفولت ناقص او بتساوي الفولت الصعب يبقى هنا هو تكتبها applying kerchief voltage low around the closed loop at T0 plus ويجد T0 plus الفولت بتاع المصدر 20 ناقص IX في المقاومة IX at 0 plus في المقاومة يبقى الطيار في المقاومة برضو ناقص الفولت drop VAB بيساوي 0 واد VAB النحية تانية لانه هي المطلوبة يبقى VAB at 0 plus بتساوي 20 ناقص IX 0 plus at 0 plus في المقاومة IX نحن عاولونا بكام ما هو ب6 أمبير أهو 6 أمبير المقاومة كام 5 اوم يبقى 20 ناقص 6 في 5 تساوي 6 في 5 30 يبقى دي بالناقص وعندي 20 ناقص 30 يبقى VAB at 0 plus بتساوي ايه ناقص 10 فولت يبقى V 0 plus VAB at 0 plus بتساوي ناقص 10 فولت يبقى استنتجنا هو إن VAB at 0 plus بتساوي ناقص 10 فولت الله خد بالك بقى إزاي بقى اللي حصل دلوقتي الطيار ده كان أربعة الطيار ده كان أربعة والمصدر اللي عندي 20 إزاي اللي أربعة دول فجأة لما فتحت المفتاح زادوا من أربعة إلى ستة لأن الكويل ده كان بياخد ستة أمبير وعرفنا إن الكويل طيار فيه لا يتغير لحظيا إلا حصل بقى للفولت الفولت ده كان في حالة الستيت ستت 0 مجرد ما فتحت المفتاح لقينا إن الكويل ده أصبح مصدر للطاقة بيمدني بالإنرشي الطاقة المتخزنة بيه يبتدي يفرغها هيفرغها هيعمل لي كأنه مصدر فولت بس في هذه الحالة البوسيتف بقى تحت والنجاتف بقى فوق يعني الكويل غير البولاريتي بتاعته وبالتالي VAB بقت بالنقص VAB بقت بالنقص يعني VBA هي العشرة فولت VBA هي العشرة فولت لأن الكويل غير البولاريتي بتاعته وبالتالي هنا يبقى نقدر نقول VAB بتساوي نقص عشرة فولت بقول لي the negative sign indicates that the indicator terminal B هنا هو تحط B as positive terminal and it adds الكويل as a source of energy الكويل بقى source of energy يبقى هنا VAB بقى zero بلاس بتساوي 10 فولت او دي اثنين وده نقول VBA at zero plus بتساوي 10 فولت يبقى دي VBA مش AB VBA بتساوي at zero plus بتساوي 10 فولت طيب عايز ايه تاني عايز عايز ال condition at t بتساوي مالا نهاية بعض المطاليب التانية عايز at مالا نهاية احنا وقفنا حد هنا نكمل عايز ix at t بتساوي مالا نهاية يعني خلاص الطيار اتغيرت condition بتاعته هيبتدي يتنقل الطيار اللي كان في الكل كان 6 هيحصل له ايه هل هيزيد ولا هيقل نشوف ال condition لما t تبقى مالا نهاية هو عايز ix وعايز vab برضو at t تساوي مالا نهاية نبصل للرسمة لما المفتاح تفتح والطيار اختلف قيمته كان الطيار 6 بعد كده اتغير قيمته لحد ما وصل الى قيمة مستقرة القيمة المستقرة في هذه الحالة volt vab يبقى zero يبقى الكل short circuit لما الكل short circuit يبقى الطيار في المقاومة r5 يساوي كام هي دي الsteady state condition اللي هينفصل لها يبقى الطيار هنا هيبقى كام الطيار هنا يساوي 20 على 5 يبقى 4 امبير اذا ix t يساوي 20 على 5 يعني يساوي 4 امبير وفي هذه الحالة الجود vab يبقى كام at t ما لنهاية عند final condition يبقى short circuit ما احنا في ال steady state condition الكل بيبقى short circuit لانه ما فيش تغير في الطيار وبالتالي لما ده يبقى short circuit يبقى الطيار ix at t ما لنهاية بتساوي 4 امبير 20 على 5 وال volt بتاعة vl بتساوي 0 دول المطلوبين اللي هم كانوا مطلوبين هادي ix at t بتساوي ما لنهاية وvab at t بتساوي ما لنهاية اهم هادي بزيرو يعني الفولت بتاعة الكويل بزيرو وال ix at بتساوي ما لنهاية بساوي 20 على 5 هتساوي 4 امبير عايز المطلوب الاخير المطلوب الاخير بيقول لي ايه هات المعادلة او المعادلة ix of t for t اكبر من 0 يعني معادلة تغير الطيار ix of t 0 40 اكبر من 0 نجيبها ازاي بنجيبها من تطبيق قانون كريتشوف على الدايرة بتاعة الطيار في هذه الحالة الدايرة اللي هي ايه الاوطر اللي عندي في حالة الطيار اللي هو اللي احنا بنجيب علاقته ده فتحت المفتاح الطيار ix ده عبر عن مصدر سورس فولت سورس 20 بيمرر طيار هذا الطيار كان قيمته 6 كان قيمته اللي ابتدائية 6 خد بالك من حتة دي قوي وبعدين مر الطيار في ال-R وفي ال-L وتغير قيمة الطيار الى حالة جديدة مستقرة steady state condition الطيار ده وصل لكام وصل لأربعة أمبير نرسم نوجد العلاقة بقانون كريتشوف قانون كريتشوف يبقى الجهود في الدائرة بتساوي zero أو الجهود الصعادة بتساوي الجهود النازلة عندي الدائرة عبارة عن مقاومة 5 ام وعندي ملف عندي ال-L بتاعته وعندي العلاقة اللي هي تغير تاعة الطيار DI by DT DIX of T by DT يبقى قانون كريتشوف على الدائرة اللي احنا قلنا عليها الأوطر لوب بتساوي VS ناقص DIX of T في خمسة ناقص L DIX of T by DT بتساوي zero أعود يبقى من هنا ألاقي أن العلاقة دي أقدر أبسطها إلى DIX of T في خمسة زائد L DIX of T by DT تساوي VS هي يدية معادلة تفاضلية من الدرجة الأول معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى أنا عارف الشكل بتاع الحل بتاعها الشكل بتاع الحل بتاعها كدنا قابل كده وهو على الفورم اللي هو حلها IX of T بتساوي A1 في E قص ناقص Alpha T زائد A حيث أن Alpha بسناقص R على L يبقى الحل بتاعها IX of T بتساوي A1 في أص Alpha T زائد A أو Alpha هي بسناقص R على L يبقى IX of T بتساوي A1 في E أص ناقص R على L في T زائد A هذه المعادلة اللي هي 223 أقدر أجيب أحسب السوابت بتاعتها اللي هي Alpha طال هي بتساوي R على L عندي R وعندي L وعندي وعقدر أجيب من initial condition والfinal condition السوابت A وا A1 السوابت A ده بجيبه على طول من final condition في final condition IL أتيب تساوي ما لنهاية بكام IL أتيب تساوي ما لنهاية يعني حطيت هنا ما معادلة دي كلها إي الصناقص مالها نهاية بزيرو يبقى الترمي ده بقى بزيرو يبقى I X T بتساوي مالها نهاية تساوي A يبقى هنا بتساوي 4 لأن IL بتساوي مالها نهاية بتساوي 4 يبقى جبت قيمة ايه طيب أحط في initial condition قيمة الطيار في initial condition كان كام في تساوي 0 كان I X 0 يعني تساوي 0 هي IL 0 minus و IL 0 minus هي IL 0 plus يبقى IL 0 plus كان IL 0 minus 6 أمبير وبالتالي I X 0 plus يبقى 6 أمبير I X 0 يعني هو بتساوي 6 أمبير يبقى شير ده وحط 6 أمبير بتساوي A1 في E 0 E 0 1 يبقى 6 تساوي A1 في 1 زائد A وانت جبت A قبل كده بربعة إذن أقدر مننا أحسب قيمة A1 وبالتالي A1 بتساوي 6 ناقص A وإي عندك جبتها بربعة يبقى قدر أجيب A1 6 ناقص 4 بقى أنت جبت السوابة اللي عندك عندك R عندك 1 بقى 2 خلاص أعور في المعادلة 3 23 وطلع قيمة العلاقة المطلوبة اللي هي I X of T بتساوي A بربعة هي زائد A1 ب2 في E أصناقص R على L R ب5 وL ب1 T يبقى هي I X of T تساوي 4 زائد 2 E أصناقص 5 على 1 T 4 T أكبر أو يساوي 0 وهي العلاقة المطلوب المثال الثالث example 3 3 يقول The switch is closed in position 1 sufficiently long time آه نفسي الكلام يقول for a long time يقول sufficiently long time يبقى ده وصلت لحالة steady state بس بس على طول كده ونكمل المسألة ونكمل المسألة عادية بس دي على طول تيجي في دماغ طيب يبقى switch S1 هو كان متوصل عند position 1 switch هو كان على position 1 for a long time أو sufficiently long time and then is it is kept in position 2 فجأة كده غيرت للposition 2 يبقى ده كان على position 1 for a long time وصلت ل6 state وبعد من خلاص كده وصلت ل6 فجأة انتم حاولوا لإيه لposition 2 as tune in figure 13 قادي figure 13 compute احسب the value of vl and il احسب ايه قيمة vl وil فين vl اهو volt اللي على coil فين il اهو الطيار بتاع الcoil ومحددني هنا البositive والnegative بتاع volt وانت جاه الطيار وبالك عشان لو طلع الطيار بتسالب معاكس الكلام ده والvolt برده عايز الكلام ده بيقول ايه بيقول امت بقى هات vl and il امت وفحالتين الحالة الاولانية in the instant just prior to the switch changing قبل لحظة التغيير حالة switch قبل لحظة تغيير حالة switch والتانية the instant just after the switch changes يبقى بعد التغيير حركة switch يعني ايه يعني 0 minus و0 plus وبعدين بيقول find also the rate of change of current معدل تغير الطيار معدل تغير الطيار هو ايه di by dt خد بالك through the inductor يبقى الطيار معدل di by dt بتاع current di by dt بتاع ايه ال current add time t بتساوي 0 plus add time t بتساوي 0 plus يعني add di by dt بتاع coin di l of t by dt او di i l of t معدل التغير بتاع الطيار di l by dt di l of t by dt add t تساوي 0 plus add t تساوي 0 plus نشوف المسألة ونشوف الاول initial condition اللي كانت عندنا لما السويتش ده كان 0 كان على الوضع واحد سوري لما كان على الوضع واحد وعدت فترة طويلة sufficient long time يعني وصلت لحالة steady state في حالة steady state الكويل هنا بيقى الفولت عليه 0 ليه لأن الكون short circuit طيب لما الكون short circuit يبقى الطيار هيمر اللي في الدائرة من المصدر المصدر عندي current source current source قدره 10 amp هيغذب الطيار 10 amp هيمشي هيلاقي فيه فرع هوت ادي 10 واد فرع تاني فيه برضو الفرع ده في 10 اوم والفرع التاني في 10 اوم وفي كويل هذا short circuit يعني النقطة ايه والنقطة بيه الجهد بينهم 0 وبالتالي يبقى العشرة amp هيمشو هنا هيتقسم لفرعين فرع فيه 10 اوم وفرع التاني فيه 10 اوم وبرضو short circuit يعني ساوي 0 يعني الر بتاعته 0 يبقى العشرة اوم هتنقسم الى 5 و5 لان الاتن قد بعد اطبق الكون current divider rule لو حتى المقاومات دي مختلفة مفيش مشكلة يبقى بتطبيق current divider rule R اللي ماشي الطيار اللي ماشي في الفرع بتاع المقاومة عمضية هو نفس الطيار بتاع الكويل هو ده اللي انا عايزه طيب كام بتساوي I اللي هي العشرة في المقاومة البعيدة على مجموعة المقاومتين المقاومة البعيدة عشرة مجموعة المقاومتين عشرة زياد عشرة يبقى عشرة أمبير في مقاومة عشرة في مقاومة عشرة على مجموعة المقاومتين اللي هي عشرة زياد عشرة يديني الطيار اللي هنا ده هيطلع خمسة أمبير يبقى هو ده IL IL اللي هو طيار الكويل 0- طيار الكويل 0- بتساوي الطيار قيمته عشرة ده ربطه في العشرة هقوم خمسة أمبير وإحنا حقناها بالطريقة البسيطة العشرة أمبير هتاسمه أدي خمسة وأدي خمسة لأن المقاومتين قد بعض يبقى نص بنص طيب هذا الطيار اللي هو IL هيبقى IL 0- طيب وإحنا عارفين بعض الحاجات في الخاصيات بتاعة الكويل لازم نحطها في دماغنا إن قاد steady current الفولت بتاعة الكل بيتساوي 0 وفي لحظة التغير I بتاعة الطيار بتاعة الكويل لا يتغير لحظيا الطيار بتاعة الكويل الكارنت بتاعة الكويل لا يتغير لحظيا ولكن الفولت ممكن أن يتغير لحظين طيب عايزين إيه هنا عايزين بيقول هات اللحظة بتاعة قبل السويتش على طول عايز VL Compute the VL and IL طيب IL جبناها خمس IL جبناها خمس والVL محاولنا بتساوي 0 يبقى VL add 0 minus بتساوي 0 والIL add 0 minus بتساوي 5 أمبير يبقى هيت VL بتساوي 0 و آدي IL بتساوي 5 أمبير add 0 minus VIL add 0 minus بتساوي 5 أمبير وعرفنا كنا كيف و VL add 0 minus بتساوي 0 V ليه قلنا لأن في حالة L-City State الكويل بيبقى short circle نتنقل الحالة التانية بيقول لي add position 2 اللي هي بقى 0 plus هنجيب الطيار والVolt add 0 plus بيقول لي in position 2 خد بالك الملحوظة لأنها أكثر من مرة current through the inductor cannot change instantaneously الطيار في الملف لا يتغير لحظيا ماشي لازم ناخد بالنا من الكلام دي ولكن ده لا ينطبخ على الفورت but this is not true for the voltage across the inductor ولكن لا لا القيم ما دي لا ناخد لا ينطبخ على الفورت يعني الفورت ممكن أن يتغير لحظية إنما current لا يتغير لحظية طيب current مش 0- كان يتغير 5 أمبير طيب يبقى 0- يتغير كام لا برضو ما نحن لسهلين يتغير 5 أمبير برضو لأن il 0- plus يتغير il 0- il 0- هي il 0- il 0- يبقى 5 أمبير يبقى المشكلة في الفورت vl 0- احنا عايزين نجيب الفورت at 0 plus لما تغير السويتش ده من الوضع 1 الوضع 2 مش هنا برضو هيمر لي الطيار في الدائرة هو نفس الطيار ده اللي احنا هون عليه قبل كده اللي هو كان الطيار 5 أمبير وال5 أمبير الدولت اللي كانوا بيمروا عند 0- هم هم اللي بيمروا 0- وقلنا الطيار بتاع الكويل 0- بيساوي 5 أمبير طب الطيار ده 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 كده خلاص مقفول فده بيمر كده الطيار يبقى الفولت بتاع الكويل بيساوي بيساوي الفولت اشدروب على المقاومة العشرة زائد الفولت اشدروب على المقاومة العشرة التانية والطيار بيمشي في هذا الاتجاه يبقى هذا رجيب يطبق قانون كنت تشوف في هذا الجزء يبقى الفولت بيساوي بيساوي الطيار في المقاومتين عشرة وعشرة لكن خد بالك وبقول V AB بينما الطيار بيمر من تحت الفوق كده يبقى الفولت الموجب هو V BA يبقى V AB بتساوي ناقص القيمة بتاع الطيار اللي هي 5 في 10 زائد 10 يبقى V L جهة الكويل 0 plus بتساوي ناقص ناقص طيار كمسة عكس الطيار اللي هو فرضه بتساوي 10 زائد 10 يبقى ايه ناقص 10 زائد 10 في 5 يعني ناقص 100 فولت وبقول يخد بالك هو V is more positive potential than A يبقى الكويل هنا غير polarity بتاعته بعد ما كان هنا موجب وانا سهل بأثناء زيادة الطيار في الفترة الاولانية خالص لقبل الـ لا دلوقتي لما تغير الكون من واحد للاثنين اصبح الكويل بيفرق الشحن بتاعته وبالتالي المصدر لفولت هو بيقلل وبيمرر الطيار في اللي هنا دي يبقى هو المصدر اللي في الدائرة والمصدر بتاع الانرجي اللي جاية من الكويل يبقى ده بقى بصطف مور زان يبقى بي بصطف مور زان بي طب هو عايز يجيب ايه تانية دلوقتي عايز يجيب دي اي باي دي طب بسيطة الفولت بتاع الفي اللي ده بيسو ايه ناقص ميت فولت وشوفنا هنا ان الفي هي البصطف عن زان ايه بقول لي نوت زاد زا ستورد انرجي ان اندكتور اس دي بيت ان ز ريزيستور بقول لي خد بالك ان الطيار الانرجي ستورد الطاقة المخزنة في الملف هي بتبدأ دلوقتي في المخاومات اللي هم العشرة اوم والعشرة اوم عايز ايه تاني عايز بقول لي the rate of change of current through the inductor at time t zero plus وبالتالي اقدر اجيب المعدلة لتغير الطيار at t بتساوي zero plus از اقدر اجيب هزاي مش احنا قلنا ان الفولت اللي على الكويل بتساوي ناقص مين فولت طب الفولت اللي على الكويل ده بتساوي ايه ما هو ldi by dt يبقى ldi l of t by dt at zero plus هو ده المطلوب l di l of t by dt add zero plus عند حدود التكامل عند add time t بتساوي t zero plus ده كل ده كم يساوي ناقص مين فولت خلاص يبقى عايز هو مطلوب di l of t by dt add t zero plus بتساوي ايه بتساوي 100 على l l عندي باربعة هنري يبقى ناقص 100 على 4 تساوي ناقص 25 amp per second يبقى amp per second يبقى احنا جبنا الفولت اللي هنا والفولت اللي هنا بيساوي l di by dt l by dt يبقى جبنا عند t بتساوي zero اللي هو الميل الاولاني بتاع المماس بتاع المنحنة يديني ناقص 100 لان قيمة التغير اللي احنا حسبناها t zero plus هي t zero plus vl كان ناقص 100 فولت يبقى احنا حققنا فعلا اللي هو المطلوب اللي هي l d i l of t by dt at zero plus طلعت 100 خلاص اقسم على l يديني d i l of t by dt at t zero plus يتساوي ناقص 100 على 4 تساوي ناقص 25 امبير بير second اكزامبل 3 اربعة اكزامبل 3 اربعة اكزامبل مهم ويلمينا الموضوع اكتر برضو ونستفاد منه ان شاء الله بيقول فجر 3 11 ايه 3 11 ايه الشكل هو show that switch s has been in position one for a long time برضو for a long time ماشي يا سيدي ما احنا عرفنا فقه for a long time يعني وصلت الحالة steady state اي تغير بعد كده هتبقى الحالة دي هي initial condition بتاع اللي جاي ماشي and is moved switch is moved in position 2 add time t 0 add time t 1 for a long time وصلت steady state هنغفح دايرة شوية مانا نكمل بس المسألة position 2 add t 0 اتغير switch 1 1 2 find the expression for v of t for t اكبر من او يساوي 0 يعني ايه وجد العلاقة بتاع v of t for t اكبر من او يساوي 0 فين بقى الرسمة اولا فين v of t اهو بين النقطة ايه والنقطة بيه قال لي الجودي ده اسمه v of t نوصل للرسمة نلاقي ان الدائرة عبارة عن current source بيديني 6 امبير وفيه 6 امبير هيت مقاومة فيه switch له 2 position 1 و 2 هو كان على الوضع 1 الاول وبعدين اتغير اتيت ساوي 0 للبوزيشن 2 فيه بعد switch مقاومة 6 ام وفيه هنا فرعين 2 فرعين 2 على التوازي 6 ام كمقاومة ادي فرع والفرع التاني مقاومة وملف المقاومة 6 ام والملف 2 هنري عايز ايه؟ عايز الفولت على بين النقطتين A و B يعني الفولت اللي على المقاومة 6 هو هو نفس الفولت اللي على المقاومة مقاومة 6 دي ذات ذات الكويل يبقى سواقك احسبها من هنا اوك احسبها من هنا اوك نقول ان في الحالة الاولانية وصلت effectively في الاستادي استادي الاولانية الكويل ده هيبقى ايه؟ shortcut ثم متيجي نشوع بقى الطيارات اللي مرة بالدائرة في هذه الحالة ليانن ان احتاجها الطيارات اللي مرة بالدائرة لو ده شرطة circuit مبينة اين؟ في الشكل التالى اهو اهو اه ادي en 1 عند switch at position 1 اهو وقادي الكويل short circuit اهو عايزين نشوف الطيار في هذه اللحظة كام اللي هي حالة ال steady state ديت هتبقى حالة ال initial condition اللي جاية ما هنحن نحتاج في الحالة اللي جاية اللي هو في position 2 هنحتاج ال initial condition وال final condition ال initial condition لما ده يبقى short circuit نشوف الطيار اللي مر في الدايرة اهو المصدر 6 امبير current source بيطلع الطيار هيمر في المخاومة ديت يبقى 6 امبير يمر في المخاومة ديت 6 امبير ييجي هنا يلاقي السكتين اهو سكة 6 اوم برضو 6 اوم ومعها 6 اوم على التوازي الاتنين زي بعض لان دي يبقى short circuit يبقى بالتالي ال 6 امبير اللي ماشيين هنا وماشيين هنا هيجوا هنا يتقسموا نصين نص ثلاثة ونص ثلاثة طب برضو نحسبها لو القيم مختلفة عن طريق ايه current divider rule الطيار اللي مر هنا كام 6 اهو لازال 6 امبير ماشيين نيجي هنا هيمشوا في الفرق انا عايز ال IL اللي دهوت يبقى ايه حضرب الطيار في المخاومة البعيدة على مجموعة مقاومة ايه 6 في 6 على 6 زائد 6 برضو تحسبها يطلع الطيار اهو 3 امبير يبقى الطيار IL بتاع الكويل اللي هو هيبقى هيبقى property of inductor current at steady state condition C شكل 3 11 B اهو جبنا مننا تلع الطيار بتسوي كام الطيار 6 اهو هيمشي في الفرع ده اللي انا عايزه يبقى هضرب في 6 على 6 زائد 6 ادخذ الطيار كان كام 6 يبقى 6 في المقاومة 6 على مقاومة 6 زائد 6 يساوي التوتل يساوي 6 3 امبير يبقى IL IL at 0 minus بتساوي كام 3 امبير وهو عارفين من خواص الملف ان الطيار في 0 minus بيساوي الطيار في 0 plus يبقى برضو IL at 0 plus بتساوي 3 امبير ده يتحالة بتاعت الاولانية الخالص اللي هي هتبقى هتبقى ال initial condition بتاع الحالة التانية اللي لما غير السويتش انا زيله للوضع 2 خد بالك لما غير السويتش الوضع 2 قل عشان نحل الدائرة ديت هيحل ها بطريقتين 2 هيحل ها بطريقتين 2 الطريقتين 2 دولت يعني هنشوفهم ان شاء الله واحدة واحدة كده وبيقول لي تبقى ثلاثة المستخدمين C 3 11 C اهو the current inductor can be computed using the following two different methods 3 14 C 3 14 C 3 11 C 3 11 C ده ثلاثة 11 مش ثلاثة 14 ثلاثة 11C أهوت حط لي هنا العلاقة بتاعت الشكل يقول لي حل هذه الدايرة يبقى عندنا حنحلها بطريقة 2-2 الطريقة الأولانية طريقة using 7-3 الطريقة الثانية using current method يبقى هنا using 7-3 method method 1 ومثل 2 using current method method 2 خلينا في المثل 1 الأولاني الدايرة التعتي هنلخصها في هذا الشكل اللي هو الشكل اللي كان عندي اللي هو 3-11C 3-11C ده ثلاثة 11C يبقى ده ثلاثة 11C في الدايرة اللي عندي كان فيه عندي أهوت في الـ position التاني كان هنا مفتاح يجي هنا يبقى خلاص المصدر current source ده والستة دول تشالوا من الدايرة ما ننجح زعبهم نأخذ بقى عندي دايرة جديدة فيها full source كان التاني ده كان current source لا ده خلي فيه full source في الدايرة وعندي المقامة الستة وعندي الفرع ده اللي هو المقامة الستة والكويل والفرع التاني اللي هو الستة أوم عشان أحل الكلام ده أرسم الدايرة أهيت ورسمها بهذا الشكل اهدي العشرة فولت وهادي switch على الـ position 2 وهادي الدايرة ستة أوم وهادي الستة الفرع الستة والفرع الستة واللي اتنين هنا خد بالك هنا عمل ايه جاي على الفرع ده وقام مودي بدل بقى كان في اليمين وده في الشمال والفرع ده اللي هو الستة والكويل اهو الفرع ده وده ايه يمين يعني بدل الاتنين دول مكان بعض ليه عشان يطبق نظريت سيفنان ما احنا عارفين نظريت سيفنان عشان أطبقها بعمل ايه بفصل الحمل الاول الفرع اللي فيه الال الفرع اللي فيه الكويل الال وبالتالي جابه هو على اليمين ودخل المقاومة التانية عن سيرز البرع المعاه على الشمال وابتدأ يحل بنظريت سيفنان قطع الجزء اللي هنا ده وبالتالي كل على شمال القوس اللي هنا ده فصل اللوت فصل ده الجزء انا ساميه الار ال والجزء التاني ده اللي هو الدائرة الدائرة ده لخصها حاجتين اتنين في فولتسورس في سيفنان وفي مقاومة الار سيفنان الفولتسورس عشان اجيب الفولتسورس هو الجود على النقطة دي والنقطة دي بين النقطتين دول خلاص الدائرة ديت انا فصلت اللوت الدائرة ديت اصبحت بطارية ومقاومة ستة اوم على التوالي مع مقاومة ستة اوم والمفتاعة البروزيشن اتنين هيمر لي طيار هذا الطيار الخضر ايه عشرة على ستة زائد ستة عايز اجيب الفولت خلاص اضرب عشرة على ستة زائد ستة واضرب في الستة دي كمان يديني الفولت اللي عندي ده يبقى عشرة في ستة على ستة زائد ستة يبقى العشرة على اتنين يعني الفولت تساوي خمسة اهو يبقى في سيفنان بتساوي خمسة فولت في سيفنان بتساوي خمسة فولت طيب عايز اجيب تاني ايه عايز اجيب R7 عشان اجيب R7 هبص من النقطة دي للنقطة دي هبص كده من اليمين للشمال للدائرة دي هتلاقي عبارة عن ادي مقاومة و ادي مقاومة وهنا هعمل شورت سيركيت على الفورت سورس في حالة السيفنان بأعمل الفورت سورس بخليه شورت سيركيت ولو كان فيه كانت سورس بأعمله Open سيركيت يبقى عبارة عن ايه ادي مقاومة ستة ومعها مقاومة على التوازي 6 لأن الصبلاي هنا بقى شورد المقاومة 2 على التوازي 6 و 6 المقاومة الكلية R7 هي عبارة 6 في 6 على 6 زياد 6 مقاومة 2 على التوازي كل واحدة 6 يبقى total resistance يبقى 3 اوم يبقى المقاومة الكلية R7 بتاعت الدائرة 3 اوم اشيل خلاص اشيل الجزء ده كله من الدائرة وحط ايه احط V7 و R7 ليه اعمل كده عشان يخلي الدائرة هي الدائرة البسيطة اللي احنا عارفنا بتاع تطبيق transient condition transient condition كان عندنا ايه كان عندي مصدر سورس ومقاومة وملف in series والمصدر السورس ده لاما خارجي او مفيش مصدر سورس خارج طيب يبقى هنا خلى ادي المصدر السورس هوت 5 فولت وقادي مقاومة 3 ومعها المقاومة 6 بقت على التوالي لان رجع بقى يرجع الحمل تاني لتوصيل الدائرة السيفنان يبقى يرجع اللوت تاني يبقى الدائرة عبارة عن مصدر جود 5 فولت ومعها المقاومة 3 اوم اللي هي ر سيفنان ومعها الرل اللي هي ر والل اللي هي 6 اوم والل اللي بتاعتي اتنين هرهي اصبعت هذه هي الدائرة لو جمعت التلاتة والتسعة تبقى التلاتة والستة تبقى تسعة اوم يبقى الدائرة اللي عندي عبارة عن فولت السورس خمسة مقاومة total تلاتة وستة تسعة سوى تسعة وعندي الال لو طبق قن Lin County تشوف على هذه الدائرة يبقى ها دي الال في تسعة اللي هي تسعة اوم اللي هي تلاتة وستة زايد ال اللي دي اي بايد تي زايد الجود اللي على الكويل يساوي الخمسة فولت يبقى خمسة فولت تساوي الطيار في مجموعة المخامتين اللي هي 3 و 6 اللي هي 9 يبقى الطيار في 9 اوم زائد L دي I by DT دي المعادلة اللي عندي 9 I L of T زائد 2 دي I L of T by DT بتساوي 5 فورت هذه المعادلة هي معادلة تفاضلية من الدرجة الاولى حلها لان فيه عندي فورت السورس حلها بيساوي اللي هو افتحنا حفظنا الحل هو بارا عن جزء اين جزء Transant و جزء Steady State جزء Transant و جزء Steady State الترانزانت اللي عندي A1 في E plus alpha T او A1 في E plus R على L في T R عندي هنا بتساوي اللي عندي باتنين يبقى A1 E plus 9 على 2 T زائد ايه الجزء اللي هو Transant زائد الجزء اللي هي Steady State ايه بتمثل ال Steady State اقدر من هنا اجيب من ال Initial Condition وال Final Condition بقية السوابت اللي عندي انا عندي عندي ال R عندي ال L محتاج اجيب A محتاج اجيب A1 A1 وعندي حالتين اتنين 2 Conditions اللي هي ال Initial وال Final في ال Initial Condition تعال بقى نقول في ال Initial Condition الطيار ده كان كام الطيار بتاع الكل كان كام ما احنا لسه حاسبانا وانا نواه بيساوي 5 أمبير فاكرين اهو اختيار I L بيساوي 3 أمبير سوري 3 أمبير يبقى عندي عايز اجيب السوابت بتاعت المعادلة عايز اجيب A1 وايه يبقى هنا I L بتساوي A1 في ايه قص ناقص 9 على 2 T زائد ايه جزء ترانزانت وجزء للسيدي ستات اقدر اجيبهم من حالة ال Initial Condition وال Final Condition في حالة ال Initial Condition عرفنا ان الطيار بتاع ال I L كان بيساوي ايه كان بيساوي 3 أمبير اهو اهو نفتكر بس كده كان بيساوي 3 أمبير ادي الطيار كان بيساوي 3 أمبير I L بتاعت الملف كان 0 minus بتساوي 0 plus بتساوي 3 أمبير طيب في Final Condition الطيار بيساوي ايه مطلوب مننا نعرف دلوقتي ان الدائرة لما في Final Condition في الدائرة دي لما اوصل للستيدي ستات الطيار ده الكل ده هيبقى الجود بتاعه ايه زيرو لان هيبقى شوط سيركت وبالتالي الطيار اللي هيمر في ال L هو الطيار اللي هيمر في المقاومة 6 أم الطيار اللي هيمر في المقاومة 6 أم ده هو طيار الدائرة طيار الدائرة بساوي 5 على المقاومة الكلية للدائرة اللي هي 3 زائد 6 6 9 5 على 9 هو الطيار اللي هيمر في الدائرة I I T بتساوي ملا نهاية يبقى I L T بتساوي ملا نهاية هو I L بتساوي 5 على 9 أم اللي هما 3 زائد 6 تساوي O 5 5 5 أم اللي هو بيساوي IF الفاينل current اللي هو بيساوي A يبقى أنا عندي A بتساوي O 5 5 5 5 وعندي IL of 0 I L 0 plus بتساوي 3 أم 3 أم بتساوي عور في المعادلة يبقى بتساوي A 1 في E 0 1 يبقى 3 أم بتساوي A 1 زائد A يبقى 3 بتساوي A 1 زائد A وعندي A بتساوي O 0 5 5 أقدر أطلع A 1 وبالتالي A 1 أقدر أجيبها وأقدر أجيب A يبقى أقدر أكتب قيمة المعادلة المعادلة اللي هي IL بتساوي A 1 عند A عندي المعادلة هي 3 بتساوي A 1 زائد A وعندي A بتساوي O 0 55 5 أم بير يبقى A 1 بتساوي 3 ناقص O 0 55 5 يبقى A 1 بتساوي 3 3 ناقص O 0 5 5 5 يعني A 1 هتساوي كم هتساوي اللي هو هذا الرقم 2 4 5 يبقى قادر من هنا أوجة قيمة الطيار المعادلة IL بتساوي A 1 2 4 5 في E قص ناقص R 9 2 T زائد A O 555 القيمة بتاعت الطيار ده الطيار IL المطلوب اللي أنا أجيبه يبقى هنا جبت الطيار اهو بتساوي 2 0 4 4 5 في E 0 9 2 T زائد O 0 555 ده الطيار عايز اجيب ايه عايز اجيب V AB اللي هو V AB of T اللي هي V T المطلوبة نبص للرسمة كده نشوف V of T ده المطلوبة ده اللي أنا عايز دي بتساوي ايه بتساوي الفورت الخمسة فورت ناقص الطيار مضروف في المقاومة 3 Oh القيمة أنا عايز الفورت ده كله الفورت ده كله اه ده اجيبه ان انا شوف المصدر الفورت ده خمسة ناقص الطيار في 3 Oh يبقى V of T او V AB بتساوي خمسة ناقص IL في المقاومة 3 Oh يبقى خمسة ناقص IL جبناها في 3 Oh يطلع الناتج بتساوي V AB of T او V of T بتساوي 3 7.339 ناقص 7.335 في E 9 2 V ده ناتج المسألة كده احنا طبعنا طريقة ايه طريقة 7 كده شوفنا الطريقة العونية الطريقة التانية هنستخدم MIS2 هنستخدم فيها المش كارنت ميسوت في المش كارنت ميسوت هنستخدم الشكل الرسمة في الحالة الطبيعية اللي هو كامي الدهالي اللي هو الفرع بتاع المقاومة على الشمال ده الفرعين التوازي اللي كان عندي واستخدم المصدر الدائرة اللي في الطبيعة مش حالة 7 اللي هو كان 10 فولت والمقاومة 6 اوم اهو نفس المسألة اللي هي قبل 7 دي دائرة 7 احنا بنتكلم في الدائرة اللي عندي دي ادي العشرة ادي الستة ودي الستة ودي الستة مع الاتنين هنري دول فرعين على التوازن هنفرض الكرانت لوب هناخد اتنين لوب عندي ادي اللوب الاولاني وادي اللوب التاني هفرض هنا current i1 وهنا i2 عشان اشوف ترشي فولتش لو يبقى المصدر الجوه ده عشرة بيسوي بيسوي الطيار i1 في الستة اوم و i1 ناقص i2 في الستة اوم التانية يبقى بتضيق الكيرش فولتش لو بنشوف ان العشرة ناقص 6 i1 عشرة ناقص 6 i1 ناقص 6 في i1 ناقص اي2 لاننا في اللوب الاولاني بعتبر ان i1 اكبر من i2 يبقى دي العلاقة الاولانية العلاقة الاولانية بتساوي زيرو يعني ابصتها اضرب الستة i1 وهنا الستة i1 دخلها جوه واجمعهم مع بعض يدين عشرة بتساوي 12 i1 of t ناقص 6 i2 من هذه العلاقة اقدر اطلع i1 بضلالة i2 يبقى i1 of t بتساوي 1 على 12 افتح قوس 10 زي 6 i2 of t دي علاقة 3 29 يبقى جبت من اللوب الاولاني علاقة بين i1 وi2 وبعدين صفتها الى علاقة بين i1 بتساوي قيمة i1 بدلالة i2 يبقى لو عرفت i2 قدر اجيب i1 طيب تعال نشوف اللوب التاني اللوب التاني اهو في مصدر سورس لا ما فيش في مصدر سورس يبقى كله التوتل بتساوي 0 وكلها جهود على المقاومة وعلى المقاومة وعلى الكويل الجهود اللي على المقاومة يساوي الطيار في المقاومة مقاومة 6 الطيار يبقى دين تسالب يبقى 6 ناقص 6 في i2 والجهود اللي على الكويل بتساوي l di i2 اهو برضو ناقص l di i2 انا شغال هنا الفرع ده i2 يبقى ده i2 في 6 اوم اهو بس بالناقص ناقص 6 في i2 زن وبعدين ناقص الفرط الثاني ناقص l di i2 of t by dt اهو وبعدين الفرع الثالث اللي هو في i2 ناقص i1 لان الشغال في اللي هو الثاني في اهضرب هم في 6 ده ناقص 6 i2 بين قسين i2 ناقص i1 في 6 صف المعادلة دي كلها بتساوي 0 اصفيها تطلع بتساوي ايه ناقص 6 i1 of t زائد 12 i2 of t زائد 2 di i2 of t by dt بتساوي 0 العلاقة 33 اقدر ابسطها الى انها توصل بدلالة i1 انا عندي هنا i1 ناقص 6 i1 وعندي جبت من علاقة 3 29 جبت i1 بدلالة i2 يبقى عايز اخلي العلاقة دي كلها في i2 عايز تطلع علاقة كلها في i2 يبقى يشيل من هنا i1 وعوض بالقيمة i1 اللي انا جبتها من اللوب الاولاني اللي هو 3 29 عوض i1 في هذه المعادلة تطلع معادلة تفاضلية في i2 المعادلة التفاضلية اللي هي بتساوي 9 i2 of t زائد 2 di i2 of t by dt ساوي 5 لو تلاح زي هذه عبل كده يبقى دية 9 i2 of t زائد 2 في di2 of t by dt بتساوي 0 دي معادلة تفاضلية من الدرجة التانية اقدر احلها هتبقى بتساوي i of i2 of t i2 of t بتساوي a1 في i وصناص r على l في t زائد a من هنا اقدر احدد السوابت اللي عندي اللي هي a والa1 وعندي حدود الانيشل كونديشن والفاينل كونديشن زي ما قلنا قلنا ال i of t at 0 plus بتساوي 3 امبير عارفين اللي هي الانيشل كونديشن والفاينل كونديشن i of t at t بتساوي مالا النهاية بتساوي او او 5 امبير من هنا اقدر اجيب قيمة i2 i2 لما اجيبها هتطلع بهذا الشكل i2 اهوت i2 of t بتساوي 2 4 4 5 فيه سناص 9 2 t زائد o 5 5 5 5 5 كل ده i2 وانت عندك i1 علاقته بi2 اهي اهي علاقة i1 بi2 يبقى i1 علاقته جبته i2 اقدر اعور في العلاقة 3 29 اجيب i1 يبقى انت جبت i2 هي اعوض في المعادلة اللي عندي اللي انا طلعتها قبل كده بدلالة i2 يبقى i1 اقدر اجيبها بتساوي 1.222 2 5 فيه سناص 9 2 t زائد 1.11 اهدي جبته i2 وجبته i1 هو طالب دول ده بيقول لي هاتلي الفولت vab هو المطالب الفولت vab طب vab vab اجيبه ازاي هنا vab لو انت عارف i1 يبقى vab اهو بتساوي ايه بتساوي العشرة فولت ناقص الطيار i1 في المقامة الستة يبقى العشرة فولت ناقص الطيار i1 في المقامة الستة اهدي طريقة للحساب بتاع vab اهدي vab بتساوي عشرة ناقص ستة في i1 اهدي طريقة الطريقة التانية ان انا اشوف الفرع التاني اللي هو ايه بالفرع اللي هو ده بيساوي الطيار هنا i2 i2 هنا الجود بين النقطة دي و النقطة دي عبارة عن جود على المقامة يبقى الطيار i2 في الستة زاد الجود على الكويل الكويل بيساوي ايه ldi by dt يبقى i2 افضله و عوض عنه بالldi by dt اهوت يبقى 6 i2 دي طريقة تانية جود جبتها بطريقة الاولانية وجبت بطريقة تانية 6 i2 يعني مقامة في i2 زاد 2 di i2 of t by dt نفس النتيجة توصلها اللي هي 3.339 ناقص 7.335 في e ناقص 9 على 2 ت فولت ده ناتج المسألة و ادعو الله نكون استوعبنا هذا الدرس اليوم و اتمنى لكم كل توفيق و الى اللقاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله